أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نجوم على الهوى كون معاكم مقدمة البرنامج هديل التوخي برنامجنا اسمه نجوم على الهوى عشان النجوم عندنا مش نجوم في الفن بس نجوم في الفن ونجوم في الطب ونجوم في الهندسة وكمان نجوم في الرياضة قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة أحب أرحب بضيف حلقتنا الدكتور محمد أهلا بحضرتك يا دكتور محمد منصور دكتور بكلية التربية الرياضية جمع ببنها موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن الكورونا وأثارها على النشاط الرياضي كلنا واجهنا موضوع فيروس كورونا ببداية سنة 2020 وأن فيروس كورونا أثر على الأنشطة الرياضية ووضعها في علم الجيب ومصرها لا يزال مجهول كلنا عارفين إن قامت حروب كتير في كل بلدان العالم بخلاف الحربين العالميتين الأولى والتانية كان في تأثير على الرياضة وفي رغم من ذلك فضلة الرياضة مستمرة كما هي ولكن فيروس كورونا أثر عليها بشكل كبير جدا إن أدى إلى إلجاء المباريات والرسمية والودية وهنا هنوجه أسئلة للدكتور محمد هيفيدنا في موضوعنا النهاردة دكتور محمد كيف أثر كورونا فيروس كورونا على الرياضة في العالم؟ بداية أنا برحب بسيادتك وبرحب بكل قائمين على قناة الصحة والجمال أهلا بحضر والبرنامج بتاع حضراتكم كل اللي عاملين في البرنامج أنا سألت بحضراتكم ويشرفني طبعا إن أنا النهاردة أبقى متواجد مع حضراتكم ونتكلم عن الصحة ونتكلم عن الرياضة وعلاقتها بفيروس كورونا وهل في تأثير لفيروس كورونا عن الرياضة؟ ولا لا مبدئيا هو فيروس كورونا اكتحي العالم بداية من شهر مارس اللي فات من شهر ثلاثة كان بدايته في الصين وطبعا معظم بلدان العالم تأثرت بالفيروس بعد دولة الصين لأنه تنقل لحوالي 19 دولة كمان بعد ما بدأ ظهوره في الصين طبعا الرياضة كانشاط زي كل الأنشطة اللي موجودة في العالم بدأ يتأثر طبعا بحلول فيروس كورونا أو بالوباء اللي احنا بنسميه وباء لأنه أثر على جميع الأنشطة في البلد بالأخص عندنا في مصر بداية ما بدأ يظهر فيروس كورونا 19 دولة اللي ظهر فيهم الرياضة تأثرت معظم المباريات الودية والرسمية بدأت تقف معظم الاتحادات الرياضية بدأت تعطى لأنشطتها لأن معظم البلدان بدأت تقفل أو تعمل حاجة اسمها حظر على الأماكن اللي موجود فيها الفيروس أو اللي بدأ ينتشر فيها الفيروس فطبعا لو في مباريات رسمية مثلا دولة زي مصر هتسافر عشان تلعب مثلا في توكيو 2020 أو أي مباريات ودية طبعا الصفر اتوقف فبالتالي فيروس كورونا بدأ يأثر على الأنشطة الرياضية كأحد الأنشطة اللي أثر عليها في المجالات الأخرى يعني هو وقف معظم الأنشطة أو بأعائق لكل الأنشطة اللي موجودة في مصر بالأخص النشاط الرياضي كل الأندية طبعا اتأثرت سيان محلي أو دولي الدخول اللي بتدخل للأندية دي من الاشتراكات من البطولات الودية من البطولات الرسمية كل حاجات دي بدأت يتأثر بها النشاط الرياضي معظم الأندية طبعا ما بقاش فيه مشتركين ما بقاش فيه ممارسة الأنشطة فبدأت يعني تتوقف الأنشطة فبالتالي كأي نشاط موجود الرياضة تأثرت زيها زي أي نشاط موجود في العالم بزهور فيروس كورونا دكتور محمد كورونا إزاي أثرت على اقتصاد الرياضة؟ هو زي ما قلت لحضرتك أن الرياضة قائمة عندنا على مباريات قائمة على بطولات البطولات دي لها دخول لها دخل بيدخل الاتحادات الرياضية بجانب الاسبونسور أو الدعايات الرسمية أو الإعلانات أو الحاجات دي كل دا توقف طبعا يعني لما يبقى فيه مثلا اشتراكات أو تزديد اشتراكات أو مباريات بيتم تحصيل الرسوم بتاع الجماهير أو بتاع قامة المباريات أو البطولات دي وبتخش فيه الخزينة بتاع الاتحادات أو بتخش فيه خزينة البلد بدأ كل دا طبعا يتوقف فبالتالي الاقتصاد بتاعنا أو الرياضة نفسها تأثرت لاني أنا ما بقاش عندي بقى عندي توقف تام في جميع الانشيطة الرياضية كل الاقتصاد عموما أثرت الكورونا على أي اقتصاد على كل اقتصاد الدولي بالضبط زي ما حضرك بتقولي هي أثرت على كل المجالات بس تأثيرها على المجال الرياضي ظهر أكتر لاني الاحتكاك والمباريات والجماهير والحاجات دي ظهر عندنا في المجال الرياضي أكتر من جميع المجالات التانية فبدأ يتأثر لما يبقى عندي مثلا ماتش أو عندي مباراة أو عندي مثلا بطولة أو ماتش هام مثلا ما بين الأهل والزمالك كان بيحضر عندي في المدرق 50-60-70 ألف مثلا مشاهد كان بيعمل لي نسبة داخل للمكان أو داخل البطولة طبعا الموضوع قل كتير عن الفيروس بدأ طبعا الموضوع يقل كتير عشان طبعا فيروس عشان الإجراءات الاحترازية للدولة حطتها طبعا كل المباريات وقفت كل الدخول اللي داخلها للأندية داخلها للقطاعات وقفت فما بقاش فيه داخل داخل المجال الرياضي أو فلوس داخلها للمجال الرياضي بالتالي الاقتصاد كله بدأ ينهار بدأ يتأثر فالمجال الرياضي احنا ما نقضاش نفسه عن المجالات التانية بتأثر زي وزي المجالات التانية بالزبط اذا كانت الدنيا وقفت في المجالات التانية وما بقاش فيه مثلا مصدر للدخول لان فيه فيروس أو فيه جائحة موجودة بتأثر علينا فالمجال الرياضي نفسه الاقتصاب بتاعه تأثر ما بقاش فيه داخل داخل الأماكن دي ما بقاش فيه مباريات رسمية ما بقاش فيه سبونسر ما بقاش فيه إعلانات بتنزل مثلا اللي ساتك بتشوفيها حوالين مراكز الشباب أو الأندية أو موجودة جوه في الملاعب حاجات دي بيتدفع فيها مبالغ هائلة المبالغ دي كلها بتخش طبعا بتبقى دعم للمجال الرياضي دعم للأماكن والأنشطة الرياضية طبعا كل ده ما بقاش التوقف الكاملة دي بسبب فيروس كورونا شبه إن عدم خالص ما بقاش فيه أماكن شغالة طبقا للإجراءات الاحترازية طبعا فكل الدخل اللي كان بيخش وبيأثر على اقتصاد الرياضة ما بقاش موجود فلازم أن الرياضة كأحد أنواع الأنشطة أو المجالات المختلفة في الدولة تتأثر هل أثرت الكورونا على التعاقدات الخاصة بكرة القدم؟ طبعا هي أثرت على معظم التعاقدات الخاصة بكرة القدم ومعظم الأندية تأثرت بالموضوع ده الفيفا حاول في الفترة دي إن هو يعمل زي ليحة خاصة أو زي صمم مثلا نموذج خاص بفيروس كورونا وجائحة كورونا وبدأ يحط فيه الاشتراطات اللي تسهل على اللاعبين وعلى الأندية إن هو ما يحصلش فسخ للتعاقدات أو إن التعاقد يروح على المدرب أو يروح على النادي بسبب التعاقف اللي المشاطر الرياضي وقفوا فبدأوا يضيفوا بنود جديدة في الفترة دي عشان خاطر ما تأثرش على مصلحة اللاعبين أو مصلحة الأندية وبدأوا يحطوا فيها الاشتراطات العامة وإن فيروس كورونا أثر على المجتمع في الفترة دي عشان خاطر أي مثلا تنقلات ما بين الأندية أو ما بين اللاعبين ما تتأثرش بالفترة دي بالتالي هم ما بادقوا يحفظوا حق الأندية في إن مثلا ليهم انتقال من بطولة لبطولة أو من فرد هيتنقل من نادي لنادي حفظت حق الفرد كلاعب تمام وحفظت حق المنظومة أو النادي في أنه ما يتأثرش مثلا أو يدفع مثلا للنادي شروط جزائية أو الفرض يدفع للنادي أو العكس يعني للنادي يدفع الفرض والفرض يدفع للنادي شروط جزائية فبدأ الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا يحط الشروط دي ويبدأ ينظمها عشان خاطر جائحة كورونا وفق طبعا لأن الدولة كلها وقفة وأن دي تعليمات عليا فما يقدرش حد يخليفها فكان المفترض أن كرة القدم تأثرت والتعاقدات ما بين اللاعبين وما بين الأندية بدأ يتتأثر فكان لازم الاتحاد الدولي يتدخل في الموضوع دوت أنه هو يحط جزء أو ليحة أو قانون جديد يضيفه أنه هو يبدأ يحافظ على حقوق اللاعبين وحقوق الأندية طب يا دكتور طب يعني بيبقى فيه مخاطر من العدوى بالكورونا عند ممارسة الرياضة خارج المنزل تمام هو حضرتك احنا نطفق بس على أن فيروس كورونا بيتنقل عن طريق الفم أو الرزاز تمام المتطير في الجو ماشي وبيبدأ يسيب الجهاز التنفسي في الأول وإحنا عندنا معظم الراضيين أو معظم الناس اللي بتمارس الرياضة بتشتغل طبعا كلنا شغالين على الجهاز التنفسي فحضرتك ممارسة الرياضة خارج المنزل أو خارج البيت طبعا فيروس كورونا بدأ يأثر يعني مثلا لو أنا شغال مثلا راكب دراجة سرعة انتقال الفيروس وأنا راكب الدراجة دي أو وأنا مثلا بمارس رياضة الدراجات غير أن أنا أكون مثلا بمارس رياضة الماشي في إيه؟ في أن حضرتك لو أنا راكب دراجة وعندي حامل للفيروس سيانعطست أو اتكلمت أو طلع مني رزاز كحيت وأنا سيق الدراجة انتقال الفيروس مني لشخص تاني بيتم في محيط 15 متر يعني برضه حتى الخطر موجود حتى لو هو في مكان مفتوح مش شرط أن يكون بس المكان مغلق عشان يبقى فيه ضرر أو بالأشخاص الموجودين في المكان بالضبط هو منظمة الصحة العالمية طبعا قالت لنا أن الرزاز اللي بيتطير من الشخص المصدى بيفضل معلق في الهواء مثلا مدة لتقل عن 6 ساعات من 4 ل 6 ساعات فأنا بقول لسيادك لو أنا راكب الدراجة بتاعتي بمثلا بمارس رياضة الدراجات فرصة أن أنا أنقل المرض لو أنا حامل للفيروس عطست أو كحيت وأنا سيق الدراجة بتاعتي الرزاز بتاعي بيعدي حوالي 15 متر لإني بتحرق مسافة أسرع بسرعة أكتر ما يكون ماشي على رجلية في حين أن منظمة الصحة العالمية قالت أني عشان نمارس الرياضة برى المنزل لازم نحافظ على مسافة لتقل عن متر ونص يعني لو أنا مثلا في جيم أو في مكال مقفول طبعا لازم يكون جايدي التهوية يكون فيه احتياطات فيه احتياطات أمن وسلامة طبعا المتطلبات الشخصية بتاعتي أو الحاجات اللي أنا المفروض الشخصية المناديل الفوط الحاجات بتاعت الشخصية وأنا داخل جيم وأنا داخل أي مكان دي حاجات شخصية ليا الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده في الأندية بتحصل في الجيم بتحصل في أي مكان من دول إن سيادتك تستخدم مثلا الحاجة اللي الجيم موفرها أو كده ده كله اتمنع طبعا وبدأ فيه ركاب على الموضوع ده المفروض إن فيه الاحتياطات دي بتبقى موجودة المفروض في كل جيم مثلا إن أنا أبقى معرف الناس اللي بتيجي أو أعضاء الجيم دول إن أنت معاك حاجتك الخاصة تستعملها علشان ده ما يبقاش فيه ضرر لبيك ولا بحد بالظبط هو غالبا قبل فيروس كورونا ما ينتشر معظم الناس كانت بتعمل كده يعني أنا واحد مثلا رايح الجيم معايا متطلبات الشخصية حكتي في شنطتي دي للاستخدام الشخصي لإن ما ينفعشي أستخدم حاجة حد ده رقم واحد عشان نقل العدوى مش فيروس كورونا بس أي عدوى تانية هو أصلا عموما هو ده بالحفاظ على نفسنا بأي شكل من الأشكال من أي فيروس سواء كورونا أو أي حاجة تانية فممارسة الرياضة زي ما حدريك بتقولي في الخارج هل اتأثرت بفيروس كورونا؟ نعم اتأثرت لإني أنا بقول لحضريك لو أنا حتى بجري وكحيت أو عطست وأنا حامل للمرض المرض ده أو العدوى بتفضل معلقة في الجو وفترة معينة ممكن حد تاني بيجري ورايا أو بيستخدم الجهاز أو راكب دراجة وماشي ورايا فرصة نقله 15 متر على الرغم أن وزارة الصحة قالت متر ونص ما بين الاتنين بس عشان هو بيجري بمسافة أو بيجري بسرعة كبيرة فبتبقى فرصة نقل العدوى أكتر فعشان كده إحنا بنطلب من جميع المشاهدين بنطلب من جميع الممارسين للمشاهد الرياضي في الفترة اللي إحنا فيها دي طبعا كل الناس يا جماعة لازم نهتم بإني إحنا نستخدم المتعلقات الشخصية بتاعتنا لازم نحافظ على نفسنا في الجيم لازم نحافظ على نفسنا في الملعب نمنع بقى موضوع إن إحنا نقابل حد نسلم عليه نقبل الناس دي لإني الناس بتتقابل طبعا في الملعب دلوقتي في التراك بنروح نجري الصبح بيخش الملعب أو بيخش التراك بنفجأ بحاجات غريبة إنه هو لابس الكمامة وبيسلم على صاحبه وبيبوسه وبيسلم على صاحبه بإيديه وطبعا كل دي الفيروس أو المرض في حالات ما بيظهرش عليها أعراض ما بتبقاش بينه فسيادتك كده تقول لي أنا بمارس الرياضة برة في الهواء الطالقة أو في التراك مسيادتك حامل المرض وما فيش أي أعراض عليه ويمكن مناعتك مثلا كويسة فمش ظاهر عليك الأعراض بس ضريت ناس تانية مش معنى إنه انت بتمارس الرياضة أو بتمارس النشاط المحبب ليك في مكان فاضي مثلا أو في الخلق بالضبط إنه أنا مش هدر حد لا ألتزم بكاف التعليمات اللي مصرح بيها وفي نفس الوقت أعتبر نفسي أي بنا آدم ماشي على وجه الأرض في الفترة دي في عز هذا الوباء احنا مش نقول فيروس يعتبر نفسه حامل للفيروس فيحاول يحافظ على الناس التانية ويحافظ على نفسه فممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة لها برضو بعض الاحتياطات إن أنا يعني ما أبدأش أحمل في أدوات الشخصية ما أبدأش أقابل صاحب يسلم عليه وابوسه العرق والحاجات دي والرزاز المتطير أثناء الممارسة كل دي حاجات طبعا بتأثر عنا بالسلب طب هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟ هو طبعا ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة ده مش هنقول مش مفضل هو غلط هو حاجة غلط ليه لإن سيادتك إحنا شغالين زي ما اتفقنا على الهوى اللي داخل وخارج من الرئاتين بس كنت أقول حضرتك لإني ما ينفعش أن أنا يعني بعد ما أخرج المفروض أن الرياضة بخرج فيها النفس ما ينفعش أن أنا أخرجه ودخله تاني طول الوقت هو بقى موضوع أن أنا ألبس الكمامة وأنا باتمرن بخلاف أن هو هيعمل عندي مثلا دي في عملية التنفس أو هيظهر علي أعراض التعب بدري يعني مثلا لو أنا بمارس نشاط رياضي بتعب بعد نص ساعة بعد الساعة لربع وضع الكمامة على نفسي بتحد من النفس اللي داخل واللي خارج ونسبة الأكسوجين اللي داخلها للجسم فهبدأ يظهر عليها التعب بعد مثلا ما كان بيظهر بعد نص ساعة لا أنا يظهر عليها التعب بعد عشر ده لأن نسبة الأكسوجين اللي داخلها للجسم مش كافية لأن الجسم يعوض الفقد ده ثانيا العرق اللي بينزل مني أو الرزاز اللي بيتطاير بيكون مية على الكمامات دي أو بتبدأ تعمل مايكروباط سيادتك بتبدأ طبعا عشان تهول نفسك تبدأ تشد الكمامة وانت شغال عشان تاخد نفسك بأيديك اللي مسكت بيها الأدوات في الصالة اللي سندت بيها على الأرض اللي عملت بيها كل الحاجات دي فبتبدأ طبعا تنال عدو فمش مستحب طبعا لبس الكمامة أثناء التدريب لأنها برضو بتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي وبتعمل مايكروباط من المية أو العرق اللي ناتج عن التمرين وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وأحب أشكر دفنا الدكتور محمد دكتور بكلية التربير يا دي جامعة بنها شكرا لحضرتك يا فندم نورتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معاكم هديل التوخي شكرا لحضرتك يا فندم نورتنا